اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقات جديدة من برنامج طبعة المشاهد نبدأ لملفاتنا صحفية مشاهدين من صحيفة عكاد التي علقت على خطاب تميم امام الجمعية العامة للامم المتحدة بقولها انه استمرار لمسلسل التناقضات الذي ما زال سيد الموقف القطري واضافت الصحيفة بان تميم بدأ تائهن في اروقة الامم المتحدة ما يعقص مدى العزلة الدولية التي واجهها نظام الدوحة اما صحيفة المدينة اشارت الى كلمة الامير تميم وانها ممارسة للنفاق السياسي تحت قبة الامم المتحدة لتظاهر بان الدوحة دولة غير داعمة للارهاب فيما ذكر عدد من الخبراء في الشؤون السياسية لصحيفة اليوم بان كلمة امير قطر بالامم المتحدة تضمنت مغلطات واكاذيب فاضحة تؤكد اسراره على عدم حل الازمة التي تعاني منها بلاده واخيرا من صحيفة الحياة التي اشارت الى ان الرئيس الامريكي واجه امير قطر بادلة على ان الدوحة ما زالت تشارك في انشطة متعلقة بالارهاب وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة ولمناقشة ملفاتنا الصحفية دعوني ارحب بضيفي في الاستوديو اللي وارقكم طيار عبدالله القحتاني كاتب ومحلل سياسي اهلا بك حياك الله اخت مدهور وحياك مشاهدي الاخبارية اهلا بك وايضا ضيفي من الباحة دكتور علي الرباعي مدير مكتب صحيفة عكاب حياك الله ابدأ معك سعة اللواء يعني اولا كيف قرأت نفي ترامب لما يعني تروجه وسائل الرام القطرية بان ترامب او الادارة الامريكية وجهت تحذير للمملكة بعدم التدخل العسكري او انه عدم استخدام الخيار العسكري بحق قطر اه مع الاسف تعودنا على الاكاذيب في الصحافة القطرية وفي المسؤولين القطريين وفي الدولة والحكومة القطرية مع الاسف وهذا الشيء اصبح الآن عنوان لهذه الدولة بكل اسف يعني على مستوى العالم نفي الرئيس الامريكي مباشرة وبعد ساعة تقريبا من نشر هذا الخبر في اماكن عدة تدخل للدولة القطرية يؤكد على ان العالم اصبح يتابع هذه الدولة هذه الحكومة او تنظيم الحمدين بالعصح واصبح على قناعة ان اغلى ما يقوله هو ليس بصحيح وبكل اسف نقول هو كذب هو شيء لا يمكن حتى تصديقه لا المملكة العربية السعودية ولا الدولة الاربعة التي قاطعت الدوحة ليس لديها اي نية في استخدام اي قوة ضد هذا التنظيم حتى لو كان هذا بامكانهم فهو ليس في وارد هذا الشان حاليا بكل بساطة لان هناك وسائل انجع واكثر وجاهة لانزال الحمدين عن هذا التنظيم الارخابي وليس له ايداعي لكن نعود مرة اخرى الى استخدام هذا الاسلوب الذي يرسل رسائل للعالم ككل يبين او يحاول ان يبين للعالم ان قطر تحت تهديد عسكري وقبله قالوا نحن تحت حصار جاير وقبله قالوا نحن تحت تهديد واستقدموا قوات اجنبية من كل حدب وصوب هذا يدل على ان هذا التنظيم لا يمكن الوثوق به ولا يمكن تصديقه ولا يمكن حتى الاستماع له اذا كان رئيس الولايات المتحدة الامريكية يخرج في العلن ويقول الدولة القطرية تكذب انا لم اقول هذا الشيء ولم انسك مع السعودية في هذا الشهر فمن بقي حتى نصدق اذا كان هذه القوة الاولى في العالم وتقول هذا مباشرة لقطر هذه الترهات وهذا الكذب وهذا الزيف تعودنا عليهم من الحكومة القطرية واصبح ممل بالنسبة لنا ان نتابع هذه الاشياء اخرجوا انفسهم اخرجوا انفسهم واظهرونا حتى كعرب مع الاسف امام العالم بهذا المظهر السيء يعني وضعوا العرب جميعا وهم اصلا كانوا يسعون لما هو اسوأ وضربوا مصداقية العرب والعرب العربية وهم كانوا يسعون اصلا الى ايطاحة الانظمة العربية هذا التنظيم الخبيث حقيقة هو يسعى الى ايطاحة الانظمة العربية في هذه الدول الاربع حقيقة ومن هنا هو استخدم التقية والكذب في سبيل هذا جميل دعني انتقل الى دكتور علي دكتور هل تحاول قطر بترويجها لكذبة التدخل العسكري ان تبرر للشعب القطري وجود قوات اجنبية على ارضها ربما يكون احد احتمالات الهروب الى الامام كما يقال والقفز الى الامام وبالطبع الخطاب يعني ربما احدى سماته الارتباك الكبير والخلط بين عدد من المتناقضات يعني الخطاب في ظاهره انه شرح الموقف وقضية ثم يتضمن تمرير نوع من الاستعداء على دول اخرى ثم ايضا يمرر شيء من الاعتداد بالنفس والقدرة على المواجهة والصمود ثم يطرح ايضا قابلية الحوار فاتصور الذي صاغ هذه الكلمة للنظام القطري او للممثل النظام القطري لم يكن موفقا لانه يعني هذه الكلمات او كل ما يصدر بيانات عن حكومة قطر مع الاسف انها تؤزم هذه القضية وتذهب بها الى ابعد مما كنا نتصور جميعا وكل هذا سيكون على حساب شعب قطري مغلوب على امره فعلا نعم سعادة الليوة تعليقك على خطاب تنين يعني هل وجدت في اي مضمون جديد مقنع للمجتمع الدولي بكل اسف مرة اخرى هو خطاب فضيحة في حقيقته ولم يقل جديدا ولم يقل صدقا لماذا فضيحة فضيحة لان الرجل يناقض نفسه بنفسه لان الرجل يقول نحن تحت حصار جائر وبعد لحظات يقول نحن في تنمية جيدة في قطر وموانئنا مفتوحة البرية والجوية البحرية والجوية هو قال هذا علانية ثم يدعي ان عليه حصار هذا كذب هذه فضيحة ثم من ضمن الفضايحة التي حاول الامير ان يغطي عليها هو ادعاء على ان هذه الدول تتدخل في سيادة قطر نعم وهذا غير حقيقي وغير منطقي وغير صحيح لم يتدخل احد في سيادة قطر الداخلية ثم ان هذا الامير الشاب وان كنا نعلم انه مغلوبا على امره ومن يدير الحكم هو فعلا والده مع الاسف فهذا يعني محاولة لتلميع نظام الحمدين ولكن العالم كله مقتنع بان هذا التنظيم لا مصداقية له ولا يمكن التعامل والوثوق به ومن اول من قال هذا الشيخ الدول الاربع لذلك هذا الخطاب الذي ظهر به الشيخ تميم في الام المتحدة هو اضف مصداقية لموقف الدول الاربع بان هناك تناقضات بان هناك دعم للارهاب وهناك انباء ذكرة الآن او معلومات او اخبار او ما في هذا السياق تقول ان الرئيس الامريكي قال للشيخ تميم علانية انتم لا تزالون تدعمون الارهاب قال له في اجتماع جانبي وهذا ليس من عندي هذا منشور الآن في وسائل الاعلام وبالتالي خطاب الامير تميم في الممتحدة كان مرتبكا كان متناقضا كان غير صحيحا حتى الامير حاول ان يستخدم اساليب لغوية ولفظية في لغة الجسد ومع الاسف كلها جاءت نتيجة اكسية كل ما اراد ان يضع شيء في سياق هو يعرف او يتمنى انه يخدم قضيتهم الارهابية جاء عليهم وبالا ووصف الدول العربية والخليجية الدول الدعية لمكاففة الارهابية انها غدرت انها غدرت بالدوحة ذكر انهم غدروا بالدوحة بينما هم من غدروا ذكر انهم يحاصلون الدوحة بينما هم من حاصر هذه الدول بالارهاب في داخل دولهم هو يدعي انه تحت حصار وانه تحت مظلومية بينما هو مستقدم مستشارين وخبراء وعسكريين من جميع الاماكن لديه قاعدة امريكية والاتراك موجودين والايرانيين موجودين والمستشارين الصهاينة موجودين وكل المرتزقة موجودين وكل المرتزقة موجودين وبالتالي هذا كلام غير حقيقي دكتور علي كشفت مراسلة بلومبرغ في البيت الابيض بان الرئيس الامريكي واجه امير قطر بالادلة الدامغة التي تكشف تورط الدوحة في دعم الارهاب هل تعتقد بان نظرة الرئيس الامريكي تغيرت تجاه ما تدعيه الدوحة من ظلم وحصار؟ المؤكد أنه نحن بالنسبة للغرب هو لعبته السياسية لعبة أوسع وأحوط مما يمكن تصورها أو وضعها في إطار المفهومية لأنه نحن نعرف الغرب يلعب على المصالح يعني ربما لا تعني هذه الأزمة سواء طالت أو قصورت ربما لا تعني الحلول العملية التي ربما الشعب القطري عمليا بحاجة إليها والمنطقة أيضا إذا أرادت الاستقرار وفعلا أن تحقق سلام وأمن للجوار والإقليم كاملا نحن نعرف رهانات الغرب على ماذا تكون على إطالة أمد الأزمة للاستفادة من كل المعطيات الممكنة المؤسف حقيقة أنه يعني فعلا ما كان يعتقد أن هؤلاء الأشقاء وقعوا في خطأ غير مقصود كان يمكن أن تلتمس له الأعذار كشفت الأيام والخطابات التي ألقيت والمؤتمرات واللقاءات أنه فعلا التهمة ثابتة وأن العدوانية فعلا كانت مقصودة بسبق إصرار وترصد وكل ما جاء من أحداث بعد ذلك أثبتت فعلا تورط وقطر بل وحكومة قطر ولوغها فعلا في المستنقعة أو في البؤرة التي ربما يعني لا يتصورها مسلم أو عربي أو منتمي لأمته وقوميته في مسألة العدائية والخطاب أنا أعود وأقول ما يقوله تميم الآن في أمم المتحدة أو في أمريكا وغيرها هو أشبه بصرخة البجعة الأخيرة لأن البجعة عندما يحين أجلها يتصرخ صرخة مدوية لتحاول تسمع صوتها يعني أوسع مدى ممكن نعم سعادت لي وكيف وجدت استخدام تميم لأسلوب المظلومية الذي بدا واضحا في خطابه جميل قبل هذا دعيني فقط أعلق على ما ذكرها الدكتور من الباحة زميلنا أنا ما أسمعه كويس لأنه في صدعه صحيحة هو فعلا التنظيم الحمديني في قطر أوشك على وصوله إلى النهاية أو شك على السقوط لكن نقول لهم من هذا المكان ومن الإخبارية تحديدا وتنظيم الحمدين في قطر يتابعون الإخبارية عن كثب نقول لهم والله لن ينفعكم أي أحد في هذا العالم لا في الأمم المتحدة ولا في الدول الكبرى ولا في الثورة الإرهابية الإيرانية ولا حتى أشقاء الأتراك الذين بدأوا يتندمون على مواقفهم ولا في أي مكان آخر والله لن ينفعكم إلا أرضكم ولن ينفعكم إلا أشقاءكم ولن ينفعكم إلا الرياض في المملكة العربية السعودية ولن ينفعكم إلا شعبكم القطري الذي هو الآن أدرك أنكم لا تصلحون قيادة له وأدرك حاليا أن هناك من هو أفضل منكم وفي الأفق حاليا هناك تشكيل يتشكل لقيادة قطر وليس بغريب عليهم في قطر الحكومة القطرية التنظيم الحمديني في قطر يعلم هذا الشيء هذا ليس بسر هناك توجه جديد إلى قيادة قطرية تتشكل حاليا مدعومة أولا بالشعب القطري الشعب القطري هو أول من يؤيدها هو أول من يساندها هو أول من يتمناها وبالتالي عليهم أن لا يذهبوا بعيدا ذهبوا إلى أبعد ما كنا نتصور كما ذكر الدكتور ولكن هذا لم يفيدهم في شيء ولن يفيدهم بشيء عليهم النزول من هذا المكان الهلامي الإرهابي إلى أرض الواقع عليهم العودة إلى وضعهم الطبيعي عليهم العودة إلى حظن وإلى أرض وإلى الاحتماد بأشقائهم أخوانهم في المملكة العربية السعودية والدول الأربع وجميع دول الخليج وشعوب الخليج هذا لن يفيدهم خطاب الشيخ تميم في الأمم المتحدة كما ذكرت أمس هذه المظلومية لن تفيدها بشيء لن تجلب له أي خير من كان يستمع أصلا كان تلقاء أشب خالية تقريبا هذا شيء مؤسف هذا شيء لم تفهمها القيادة القطرية يجب على من كان يقف أو ما زال يقف خلف هذا التنظيم خلف الستار وهو الأب حمد وحمد الثاني اللي هو حمد الجاسم عليهم أن يعوى أن دورهم انتهى أن دول المنطقة لن تتقبلهم صحيح أنهم أصبحوا إرهابيين في نظر العالم ككل نعم أنهم منتهين أنهم متوفين دماغيا عليهم العودة إلى طبيعتهم نعم جميل دكتور علي رغم تأكيدات ترامب المتكررة بأن الحل في رياض إلا أن أمير قطر يصر على استجداء الرئيس الأمريكي للتدخل والوساطة على ماذا يدل ذلك برأيك لو كان الأمر بيده يعني كما قال سعادة اللواء لا أمكن أن نصف أو نحلل ما قال لكن نعرف أنه هو أشبه بمن يردد كلام ربما لا يفهم أو لا يفقه كثير من معانيه لم تكن فقط لم يكن ترامب فقط الذي قال الحل في الرياض يعني الملك سلمان حافظه الله قال الحل في الرياض والأمير محمد بن سلمان قال الحل في الرياض ومحمد بن زايد أيضا قال الحل في الرياض والبحرين قالت الحل في الرياض وكل الدول تقريبا بما فيها مصر كانت تقول الحل في الرياض لكن مع شديد الأسف الذين يتحدثون الآن يعني بهذا الكلام الفضفاض الذي يريد تمييع القضية أو خلط أكثر من ورقة في سلة واحدة للتعمي على الناس هؤلاء يريدون فعلا إطالة أمد الأزمة ويريدون أن يترتب على الشعب القطري الكثير من المتاعب والمصاعب ونحن نرى أنه لم يعد هناك مجال للتدليس لأن القضية واضحة فمسألة أنك تطلب محامين أو مدافعين عنك في قضية أنت مدان فيها مهما يكون عدد المحامين أو مهارتهم لن يستطيعوا لأن الأدلة كلها كافية وهي أدلة صريحة وواضحة ما نتمنى فعلا العودة لصوت العقل العودة للسيادة الخليجية التي يوم يتحدثون عن انتهاكها نحن نادينا في المملكة أن نكون بيتا واحدا وأن نحمي بعضنا بعضا دون أن يكون المستشار الخاص يحمل جنسية مع شهد الأسف إسرائيلية والذي يفتي يحمل فكر إخواني والجبهات الموجودة تتبع أفغانستان وإماراتها التي تربت في الكهوف فمع شديد الأسف هذه الخلطة تجعلنا فعلا نأسف ونأسى على ما وصلت إليه فعلا عقلية هذه المنظومة الحاكمة في قطر مع أننا نحن في زمن التقنية وفي زمن التقدم والسلام والتعايش وهم يتمسكون بقوة رجعية مع شديد الأسف وبعض منظومة علامية أكل عليها الدهر وشرب لم تعد تحمل إلى الشعارات القديمة التي ذاقت منها الأمة العربية والإسلامية الكثير من الويلات نعم سعاد تليوة لماذا هذا التعلق الشديد بإيران بالرغم من أن الجميع يعرف بحجم مطامع إيران في المنطقة العربية والخليجية وقد تكون قطر أولى ضحاياها لأن قطر بكل بساطة تنظيم الحمديني مختطف للثورة الإرهابية الإيرانية هو مسير من قم وطهران هو ليس القرار بيده القرار القطري في تنظيم الحمديني وفي الحكومة القطرية الحالية ليس بيدها هناك من يتصرف فيها من الصهاينة داخل القصر الأميري وفي قم وطهران هم أضعف من أن يقوموا بهذه الأعمال بمفردهم دون توجيه ودون توجيه قوي كذلك في هذا الاتجاه وبالتالي دعونا نقول لهم مرة أخرى ألا يكفيكم كذبا؟ نعم ألا يكفيكم غرورا؟ ألا يكفيكم تجاوزا؟ نعم ألا يكفيكم هذا المشوار الإرهابي الطويل؟ ماذا حققتم منه حتى الآن؟ ما الذي ينقلب على قطر؟ ما الذي ينعكس على قطر من هذه السياسة الخرقاء منذ 25 عام؟ حاليا العالم يشير إلى قطر بالإرهاب حاليا تنظيم الحمدين منبوذ خليجيا وعربيا وإسلاميا ودوليا حاليا قطر تعاني كل هذه المعاناة السياسية لأنها وضعت نفسها في غير موقف لها لا تستحقها وبالتالي الثورة الإرهابية في إيران يحتمي بهذا التنظيم الحمديني لأجل أن يكمل مشوارة خدمة للأجنبي وليس خدمة لقطر أي أن كانت النتائج لن تستفيد قطر حكومة وشعبا وأرضا وحاضرا ومستقبلا دعني أسأل سؤال أخير للدكتور علي ما السبيل للخروج من هذه الأزمة؟ ولماذا هذا التصعيد الذي تلجأ له قطر وإلى من؟ يعني لمصلحة من يصب هذا التصعيد؟ في دقيقة لو سمحت الأحداث أثبتت أن هناك مراوغة وهذه المراوغة كما ذكر سعادة اللواء أن نتعدد الأوصياء على قطر من عدة جهات كلما تطرح يعني آلية لحل حلة الأزمة مع شديد الأسف يختلف هؤلاء الأوصياء أو الأولياء على قطر وتتعدد مشاربهم وتتضح طبعا نواياهم وأفكارهم في الخطابات التي يلقيها تميم وغيره ممن يمثلون نظام الحمدين نعم مشاهدين وصلنا إلى نهاية لقائنا بكم اليوم أشكر ضيفي بالاستوديو اللي واركم طيار عبدالله القحطاني كاتب ومحلل سياسي شكرا لك شكرا لك وأيضا أشكر ضيفي من الباحة الدكتور علي الرباعي مدير مكتب صحيفة عكاد مشاهدين كل شكر وتقدير لكم شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة